اليوم رح نتكلم عن موضوع وايد مهم ويمس حياتنا اليوم خصوصا مع التطور التكنولوجي السريع وهو الأمن السيبراني هذا الموضوع صعب جدا طبعا الهين صار كل شي مرتبط بالعالم الرقمي مثل ما تكلمنا أيضا اليوم في البداية عن إشاعات وتأثيرها من خلال هذه الهواتف والأمن السيبراني ومعلوماتنا الشخصية إلى بيانات الشركات ومؤسسات وهذا يعرضنا للأسف لمخاطر الهجمات الإلكترونية والاختراق الأمن السيبراني هو اللي يحمي هذه المعلومات ويحافظ على هذه الخصوصية واليوم ضيفنا الدكتور باصل العثمان أستاذ مشارك في الأمن السيبراني يهلا مرحبا ديكتور شكرا على قبول هذه الدعوة الله يحييكم مساعة المباركة لتكونوا متفاجدة ياكم في مسار خير كويت دبراك الساعة حياك الله دكتور باصل ومن البداية حاولنا نوضح مفهوم الأمن السيبراني بشكل عام شنو هو وليش صار مهم في وقتنا هذا حلو احنا عندنا في مفهوم أمن المعلومات وحماية المعلومات من الاختراقات من التسريب التعديل التزوير هذا بالنسبة لأمن المعلومات الأمن السيبراني صارت عندنا أنظمة كثيرة صار عندنا أجهزة موبايلات هواتف ذكية صارت عندنا الأجهزة الداخل التطبيقات أنظمة التشغيل الأجهزة الموجودة داخل جهات العمل في البيت عندنا الثلاجات الذكية عندنا السيارات الذكية عندنا أي شيء مشبوك بالإنترنت الإنترنت الأشياء هذه الأجهزة كلها نحميها من الاختراقات من تسريب البيانات من التحكم فيها عن بعد من الدخول الغير مشروع لهم هذا كلها لحماية الأنظمة الموجودة كلها من البيانات من الأنظمة الموجودة من الأشخاص واليوزرات من الاختراقات نسميها الأمن السيبراني نعم دكتور حياتنا للأسف مرتبطة كل شيء ضنوكنا روابطنا كل شيء شون نحمي نفسنا من الهجمات اللين المرات تصيد هجمات إلكترونية ومثلها نحن أول شيء نفصلها عندنا التليفون إذا كان بس استخدامك للهاتف الذكي لازم نحط له بين كود الاستخدام الطبيعي حق الأشخاص بين كود سواء بصمة الوجه أو بصمة العادية أو اللي هي الرغم عساس حماية عدم الدخول غير مشروع للهاتف الذكي بريد ندخل تفاصيل أكثر شوي حسابك الوانكي هل له مؤمن هل أنت حاط له يوزر نيم باسورد نعم نحن راح نفصل أكثر في هذا الجانب ولكن بعد هذا الفاصل دكتور باصل كنت تكلم عن حماية المعلومات من الهجمات وهذه الاختراقات نحن الهجمات اللي تطلع من خلال مثل الهاتف الذكي في عندنا نحن قلنا استخدامات البين كود الفيس روغنيشن إنما تخلي تلفونك حق الجميع يقدر نزل برامج خبيثة أو ينزل برامج خاصة للتحكم عن بعد في الجهاز الهواتف الذكية من ناحية الهاتف الذكية يجب أن نضيف اللاير اللي هو البين كود أو الفيس اللي هو الاثنتيكيترز أما بخصوص اللي هو حسابات مواقع التواصل اجتماعي حسابات الإيميل بريد إلكتروني حتى آي كلاب لازم نحميها في أنظر لاير يكون أول شي هما خمس نغاط مهمين أن نتأكد من البريد الإلكتروني المسجل المحمي وعندك آكسس الآن عندك الثاني شي يكون محمي والأوتي بيز ورغم تلفونك الحالي مسجل بالحساب نفسه ثالث شي أن الاختيار للباستورد يكون أربع أشياء ما يقل عن 12 كاركتر إلى 14 كاركتر أو زود كومباينيشن ما بين كابتال لتر سمول لتر يا من ضيع دكتور أي ضيع أي نمبر سم كاركتر هذه الخليط اللي هو الباستورد وطريقة حفظك للباستورد الإنسان ينسى طبيعته فإحنا نبي طريقة كل واحد وطريقتها لحفظ الباستورد في مرات يكتبونه النوت يخش بالتجوري نقبل فيها عادي في مرات يكون عندك اللي هو الوالت ويكون شرط أنك إنه لو سمح الله ضاع تليفونك انسرغ تليفونك تقدر ترجع للباستوردات مرة أخرى من خلال الباستورد الرئيسي اللي حافظ أنت إحنا بالإنسدينت ريسبونس باللي هو التعاني مع حوالث الأمن السبراني نبديها بنفسنا كأشخاص لو سمح الله ضاع تليفونك ما هو التصرف الصحيح لاسترجاع دياناتك والاسترجاع معلومات هاتفك الذكي مرة أخرى لو سمح الله تليفونك انكسر صار لديمج مثلا ليك أو شيء شون تصرف الصحيح لاسترجاع هاتفك الذكي مرة أخرى فهذا لازم نفكر فيها أنه فيه طرق أخرى للدخول برة ثانية لحساباتك لا يمكنك تواصل الاجتماعي الباستورد يكون مخزن عندك في مكان آمن عندك طريقة للتعامل أو استرداد بياناتك مرة أخرى دكتور يمكن في سؤال يراودني ويراود حتى المشاهدين هل إحنا خنقول تليفوناتنا إجازتها مخترقة ولا لا أوكي إحنا خنفها مش هون الهاكرز يخترق الهاواتف الذكية أول شيء إذا خلينا تليفوناتنا مبطلة الهاكرز لها فيزيك أكسس مثلا يمسك التليفون ينزل رامج خبيثة ينزل البرنامج خبيث هذا البرنامج الخبيث يتم التحكم في الجهاز بس إحنا إذا خلينا مثلا تليفونا في بين كود وما نخلي أي شخص غريب أو أي شخص حتى لو تعرفه أن ينزل أي برنامج يمكن البرنامج يكون ريمونت أكسس تولس اللي هو رات هذه الطريقة الطريقة الثانية المحتالين يستخدمون طرق اللي هي الاسكامينغ اللي هو طرق الاحتيار الإلكتروني فهو يهمك أنه هو مثلا شخص قريب منك أو يغريك فيه أشياء معينة إغرائك مثلا يكون هذا الأوفر خاص لك نزل البرنامج الفلاني على أساس تدر تتداول في تداول يكون في شركة وهمية أو شركة غير مصرح فيها أو شركة غير معتمدة من وزارة التجارة فهذه الاسكامير أو المنصابين المحتالين الإلكترونيين يبدون مع الهبة يبدون وياك مع الهبة يبدون يبدون وياك في إقناع الأشخاص اللي يأخذ فلوس منه أو يأخذ معلومة منه واحدة من الثنتين أي معلومة مهمة بالنسبة حق الهاكر يعيد استقلالها يعيد استخدامها فأحنا نبي نوعي المشاهدين أنه يكون طريقة معينة في حماية هواتفنا الذكية من تثبيت البرامج هذه فمجرد أن المشاهد يراجع العدادات ويرى البرامج المخزنة أي برنامج مثلا مشبوه يسوي إلا إلغاء قبلها يتأكد من برنامج هل هذا فيه تحكم عن بعد أو لا هذا بالنسبة حق الريموت آكسس تولز هذه واحدة من طرق الاختراقات فأي دكتور باسم المؤسسات شلون تتعامل في الكويت مع حماية البيانات الإلكترونية وهالمؤسسات جاهزة من هالنوع من هالهجمات الإلكترونية حلو الهجمات الإلكترونية عريبة الهجمات الإلكترونية أو التهديدات الإلكترونية أو الثقرات الأمنية كل هذه مهدد أي جهة أي إحنا كأشخاص مهددين مثلا بالسرقة تلافل التليفون مهددين في التحكم للجهزة عن بعد مثلا أو الهجمات في هذا كأشخاص فمن ذلك مؤسسات هيئات شركات وزارات فيها لها عندهم أنظمة في الأنظمة هذه لازم نفهم الستركتشر اللي عندهم وما هي آليتهم للتعرض للاختراقات فلازم يكون فيه عندنا شيء يسمونه سايبر درل اللي هو قياس مدى جهوزية الجهات للتعامل مع حوادث الأمن السبراني فنحن نتعامل معها نروح نطلع كـ نشوف الثقرات الأمنية اللي عندهم ونحددها ونشوف جهوزية البلو تيم أو السوك أناليست أو السيكوريتي أوبريشن سنتر في التعامل مع الحوادث الأمن السبراني هذا إذا كان في عندهم السيكوريتي أوبريشن سنتر يكون التعامل مع الحادث شنو مدى الاستجابة لهم مدى الوقت لاسترداد الاختراق تعاملهم الإجراءات الصحيحة للتعامل مع الاختراق ما هو نوع الاختراق هل هو رانسموير رانسموير اللي هو برامج الفدية برامج الفدية هذي برامج الفدية اللي يطلب مبلغ معين عشان شيء برامج الفدية أول ما يدخل البرنامج أو البرامج الخبيث هذا نحسن اللي هو نوع من أنواع الفيروسات يتم تثبيته داخل الجهزة ومن ثم يشفر جميع البيانات من صور فيديوهات من PDF فايل فما تقدر أنت تقرأ البيانات ماتك أو الملفات ماتك مرة أخرى ويطلب منك مبلغ مالي لإسترداد البيانات وهل إذا دفعت أنت المبلغ المالي هل تضامن أن هذا الهاكر سأكمل لا موجود فهذا محتاجين خبراء متخصصين يتعاملون مع الاختراقات هذه بجهوزية بالتعامل معها ومدى استرجاع الجهات هذه في التعامل أو استرداد البيانات مرة أخرى نزين دكتور تكلمنا عن الهاكر والاختراقات نزين على الجانب المقابل هل تنصحنا في بعض البرامج أو الأدوات التي ممكن نستخدمها لكي نحافظ على أمن معلوماتنا نحن نحن عندنا لنتكلم عن أدوات الأمن السبراني خمسة أدوات الأمن السبراني خمسة مكملين حق بعض ما نريد أن نستخدم عنه واحدة منهم اللي هي التعليم أننا بناص متعلمين يعرفون التعامل مع الأمن السبراني وعندنا التدريب أن يعرفون التعامل مع البرامج اللي هو مثلا السيم سلوشن عندنا الفايرووز يتعاملون مع اللي هو البندر تولز بلين تكنولوجيا المستخدمة لحق الأمن السبراني رابع شي اللي هو عندنا الوارنس اللي هو التوعية المنظفين بالاختراقات وكيفية التعامل معها خامس شي اللي هي الجي أر سيز اللي هو الوارنس و البوليسيز هذول الأدوات الأمن السبراني خمسة ممكن من حق بعض ما نستخدم عن وحدة منهم فكل أدات لها استخدام لنوع معين لحمايته منها مثل الرانسومير لها أدوات خاصة المالوير أو الفيروسات اللي هو الانتي فيروس لها أدوات خاصة الفايروول لها التعامل فيها فهذا بالنسبة حق الأجهزة أو المنشآت أو الهيئات ما نستخدم عن واحدة منهم نحن كأشخاص شنو نستخدم 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 إذا كان مثلا الإيميل كان الباسوردات صار لها تسريب من جهة جهات أخرى نغير الباسورد مرة أخرى نحاول نضع اللي هو توفاكتر أوتي بي بعد ما نتأكد رغم تلفوني الحالي شيء قالوا إياي بالحساب مالي نتأكد أن يكون عندي اللي هو الإيميل آدلس أو البريد الإلكتروني المسجل عندي دخول له فهذه النغاط كأشخاص نحمل نفسنا فيها ثم مراجعة اللي هو البرامج المثبتة داخل الجهاز الله أعطي صحيح الله أعطي الموضوع يحتاج حلقات في هذا الجانب خاصة الموضوع الأمن السيبراني بارك الله فيك أساعد السلام بارك كل شكر والتقدير لدكتور باصل عثمان الساد مشارك في الأمن السيبراني وإلى موضوع آخر طبعا اليوم عيد نحتفل بيوم الغذاء العالمي يوم نجتمع في العالم للتركيز على أهمية توفير الغذاء للجميع والقضاء على الجوم نعم هالمناسبة تذكرنا بأهمية الأكل الصحي ودورنا في عملية تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على هذه الموارد الطبيعية وتواتوا عن العالم في مجال الغذاء لذلك نشوف هذا التقرير